النهاردة قبل ما خش على منتخب مصر تونس عملت مباراة جبيرة جدا قدام المنتخب الناجير حركة فرقت عليها؟ طبعاً طبعاً أعتقد تونس النهاردة عملت معجزة أنت فرقة نقصة 12 لعيب وفي لعيبة من الأسسين ولعيبة تقيلة ورغم ذلك هي بس فرقة أن الرجل المدرد بتاعهم أرى فرقة ناجيريا المدرد نفسه كان غيب بسبب كورونا طبعاً يعني اللي كان بيدير المدرد بالعام بتاعهم صحيح أرقين فرقة ناجيريا بشكل كواس قوي يعرفوا يلعبوهم ازاي وعرفوا يضيقوا مساحات ازاي ويفلوا مساحات ازاي وعرفوا يلعبو على الأجناحة بتاعتهم السريعة جداً جداً برأس الحربة الحقيقة اللي هو برضك نفس الحكاية يعني مهاري بعنده سرعة بعنده اختراقات أفلوا الحاجات دي كلها يعني يمكن فرقة ناجيريا الحقيقة كريم الراجل الجناح الشمال ده اللي هو من سكنة 80 دقيقة من سكنة 80 دقيقة يعني مش ممكن بلحب لوحده اه بالزبط كده لاني ابتدى يميل عليه واحد من الثلاثة بتاوصل الملعب وفي نفس الوقت في الناحة التانية برضك نفس الحكاية خلاص أفل أفل الملعب بشكل كويس وهو عنده بقى كمان عنده العيبة بتعرف تشتغل في التلتة الهجومة يعني هو محفظ في التلتة الهجومة يعملوا اختراقات ازاي فوصل وعملوا جيم هايل جيم رائع أولا حاجة بصراحة النهارة ده كنت غيران أوش والله صحيح أنا فرحان للمنتخب التونسي وكنت غيران أوش من الروح والقتال اللي كانوا بيلعبوا بيها النهار صحيح يعني بقول إن شاء الله بنتخبنا الوطني يزهر بالروح دي يعني ياريت بنتمنى كلنا الحقيقة لإن إحنا بقلنا فترة فترة كبيرة جدا حتى مش من كروش في وقت كروش كمان ده من قبل كمان كروش إحنا عندنا مشكلة في الروح الكتالية عندنا مشكلة في القلب بتاع العيبة منتخب مصر يعني أنا في رأي إن إحنا عندنا نجوم ونجوم كبار جدا ونجوم أسماق محترمة جدا ونقدر نعمل بجوم حاجات كويسة جدا عندنا مشكلة فنية يعني يمكن الفترة اللي فاتت ظهرت بشكل كبير جدا حيات التوظيف اللعيبة وحيات التشكيل وحيات طريقة اللعب وحاجات كتيرة فنية ممكن نبقى نتكلم فيها زائد أهم حاجة يمكن لو تفتكر يا كريم في 2008 المنتخب بتاعنا وإحنا بنتفرج على مبارات كودفور التلات مبارات اللي قابلينا قلنا إحنا هنلعب الفرقة دي زي ده فرقة يعني درقبة والجيل بتاعه دوت مشوك؟ التيم كان كبير جدا جدا درقبة بقى وإهو توري وكورو وإهو أسماق كتيرة بقى أو زكورة يعني احنا هو احنا بنتفرج بقولك احنا اقولنا ايه احنا هلحب الفرح دي ازاي صح احنا كسبناها اربعة مزبوط والحتة اللي هي قد فايصل ما بيننا وبين كل فرق افريقيا في الستة وثمانية وعشرة الروح والقلب تعرف اللي عبارة كبتواعد مع بعض يقولوا احنا عاوزين نفرح جمهورنا مش عاوزين ننخرج بعد المباراة جمهورنا زعلان صح الناس كبت موت نفسه في الملعب لا اقول لحناك حاجة لان راجع الناس بس 2006 و2008 و2010 على الورق احنا منكسبش ايبطلها فيهم على الورق يعني على فرق الامكانيات بمنتخبات اخرى طبعا ولكمية المحترفين في المنتخبات التانية ما نكسبش بس الحلاج بتقول ده انه ارادة وروح وتصميم ان هم يفرحوا الناس اه طبعا طبعا فاي دي نقطة مهمة جدا مش نقطة مثلا كده لا دي عام نقطة في منتخب مصرح نفقدينها الحقيقة طبعا زي ما قلت لك زائد بقى الحاجات السلبيات اللي تواجدت الحقيقة في التشكيل اولا في ممكن معسكرات اللي احنا اختيار مثلا العيبة في الاول وبعد كده في التشكيل وبعد كده ادارة التسعين دقيقة يعني ادارة التسعين دقيقة نفسها مش معمولة بشكل كويس اللي ما عجبكش عشان اسألك بعد كده نعمل ايه قدامك ودفوربس اللي ما عجبكش في اللفات عشان نقدر نسعها هكلمك مثلا في البداية مباراة نجيريا مباراة نجيريا احنا في البداية كده قبل ما نبدأ المباراة احنا خسرين اربعة لعيبة بنلعب نقصين اربعة لعيبة مين بقى محمد صلاح لما شالوا من الجناح اليمين وحطوا راس حربة خسرناه صح ومصطفى محمد لما شالوا من راس حربة حطوا في الجناح خسرناه هدي اتنين لعيبة تريزيجي يعني صعب جدا جدا انك تجيب لعيب عنده صليبي ومنتمن شهور راحة واخر حاجة لعيبها 12 دقيقة وتيجي تحطه اساسي وفي مكان مش بتاعه في التلاتة ومباراة صعبة جدا مع الفرقة اقوى فرقة في المجموعة ادي واحد الحاجة التانية انني انني برضا نفس الحكاية ما يعملش تمانية يعني ما يعملش تمانية خالص لانه هو لا يروح يعمل مسندات وجمية ولا في نفس الوقت كان عندنا احنا مشكلة ان اقرم طبعا لعيب 12 دقيقة وتصاب لما نزل كمان عمر كمان الحقيقة محدش عمل مسندة معنا انا في الكسة الني دي عشان مهمة جدا وعارف ان حراك تقريبا من الناس اللي ممكن تتنور فيها النور بحيب اشرح للناس يعني حراك تبقى فاهم مراكز اللاعبين فينا بعض الناس اللي بقش فاهمين يعني ايه نيني تمانية فاقول للناس انني احسن له ايه احنا نيني لازم يلعب ستة هيعملك انت عارف ايه بيعرف تحرك بشكل كويس او ستة اللي هو الاقرب لخط الدفاع بالزبط اللي هو قدام السردبكين بالزبط كده تمانية اللي هما زي ما بنلعب مثلا لو بنتكلم مثلا على على السلية مثلا وعبدالله السعيد السلية مثلا وزيزو ده تمانية تمانية اللي يعرف يعمل لك المسندات اللي جمية ويعرف يختارك ويعرف يعمل جبهة مع الباك ومع صلاح في ناحة اليمين ومع ايمن مثلا ايمن اشر في ناحة الشمال مع يعني بردك في حاجة يعني الحقيقة لازم عمر يقعد يقعد اه طبعا لا امش كمال عمر مرموش لازم يقعد لان التلات مباريات يا كريم مدنش حاجة مداش حاجة الحقيقة يعني في رمضان صبح معك برا ممكن زيزو تحطه هنا كمان هو زيزو لازم يلعف هو مش هيغير التلاتة تليت اربعة تلاتة تلاتة مش هيغيرها كريم فهو زيزو لازم يبقى موجود في التلاتة ناحة اليمين هيبقى معندك مثلا انا في رأيي كمان ان في حمد فتحي اتظلم في المباراة الاولانية اتظلم في المباراة الاولانية لان هو زي ما قلتلك عنده ترزيجيه ما يردش وفي نفس الوقت انني برضو نفس الحكاية لمسندات اللي على الجناب دي مش موجودة فهو كمان كان بينزله كمان في وسط الحقيقة الوينش وحجازي فبالتالي انت مكنش عندك وسط ملعب عندك مشكلة كبيرة جدا وسط ملعب متاخد ومتاخد ايه كمان بقى يعني انت عندك فيه لعيبة الحقيقة في فرقة ناجيريا لا لعيبة كان كبار جدا طيب خلصة مباراة ناجيريا بكل الاخطاء اللي فيها لسه الناس مش راضي عن اداة المنتخب رغم ان كيروش تراجع عن افكاره الغريبة في مباراة غينية بيساوا مباراة سودان ورغم كده الاداء ما تحسنش اوه هو تحسن نسبيا بس ما تحسنش بشكل واضح هو ايه برضك نفس الحكاية التشكيل وحنا عندنا مشكلة كمان في في الشغل في التلت الهجومي انت ما عندكش حلول في التلت الهجومي غير النواحل مثلا الفردية المهارة العالية مثلا الصلاح او المهارة العالية مثلا مصطفى محمد وهو موجود حتى في التمنتاشر ما عندكش حلول صحيح فدي مشكلة مشكلة كبيرة جدا الحقيقة انت لو لو تشوف النهاردة في منتخب تونس يعني لا ده يعني عامل تفوق على نيجيريا وهو زي ما قلتلك الحقيقة خسران مثلا اتناشا اللعيب تفوق كبير جدا نحن 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 نح